طب تعال نرجع للزمالك ونروح للأهل بعدك طبعا الزمالك الوضع بالتأكيد وضع صعب وضع فيه اهتزاز وقلت ثقة وقرارات حاسمة وثقيلة يعني الزمالك هيحصل له الفترة اللي جاي يعني الكارات دي تعود بالزمالك بالنفع والزمالك المفروض يتعامل ازاي اللاعبين يتعاملوا ازاي الجهاز الفني ومستلم مهمة شقة جدا جدا أنا بشفك على بريرة انه مستلم فرقة نفسيا ومعنويا وكرويا وفنيا عندها مشكلة طبعا أنا بطالب الجماهير الزمالك تصبر على فرقة الزمالك اه 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 انا عجبني في الاندر وانت برضو تكلمت جيد حتة حلو قوي خلص اللي حصل حصل اه بالظروف بقى بالظروف اللي حصل حصل نحن بص لقدام عشان الزمالك لازم يقوم ما ينفعش الزمالك ينهار كرة المصرية اهلي وزمالك مع الحترام لكل اندية بس اهلي وزمالك الاهلي لو بلعب لوحده والزمالك لو بلعب لوحده مش هينفع فالزمالك لأ يزبره عليه انا بقولك ان الزمالك القرارات دي لو ما جابتش فايدة دلوقتي هتجيب في خلال سنة او اتنين هتعمل لك تيم جديد هتعمل لك طرق حمد تاني هتعمل لك هتجيب بن شرقي تاني احنا قلنا امانويل اخر حاجة جابت صح مش هنلاقي زيه جيه بن شرقي جيه فرجاني فرجاني فين راح مع الراحة وفي الواب طب ديه كتن محمد دائما يعني مع الازمات ده بيحصل في الزمالك وفي الاهلي دائما يعني مع الازمات طلع لي قطاع النشئين يديني لعيمة من قطاع النشئين انا هعتمد على قطاع النشئين كان زمال لأ طيب لا انا كنت اسألك السؤال بيتها بيتها تانية هو ليه اصلا ما اعتمدش على قطاع النشئين من غير الزمات زي الاول اه 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 الجاهز بيتدائق منه مع مرور الوقت يعني او بيبقى عندك ازمة معه تماما في الاول والاخر افضل دعم كل شوية من قطاع النشئين عشان ما تحسش فجأة ان انت عايز تجيب يعني اقولك حاجة لو فجأة بكرة الزمالك طلعت أربع لعبين الناشئين طيب هو لا مش هينجح الزماني فجأة يعني لو تعطي الأربعة دول لعبوا المباراة اللي جاية السنين هو مش هينجح خالص معنا شفنا كاسر ربطه فلازم يخشوا بالتدريج صح معنا شفنا كاسر ربطه عشان تطلع ناشئ مطلعت أنا وهاني رمزي وعمر وعادل أول أربعة طلعوا من فرقتنا احنا طلعوا من فرقتنا عشر لعب عشان أحمد رزق وحمودة وياسر محمدين وحمد يونس وغير اللي أنا قلتهم لا وعطف عبدالهادي بص لازم تدخل اثنين اثنين أو واحد واحد يعني تدخل عمر قابلينا بعدين دخل هاني بعدين دخلت أنا وعادل تفهمني ماينفعش تدخل ثلاث أربعة لعيبة زغيرين إذا كانت لعيبة كبيرة محد الشاي الحد يعني صح هم مش قادرين يشيلوا نفسيهم صح حتى يطلعوا يشيل لعيب الزغير إزاي أنا ما طلعت كان على يميني كابتن مجد عبغاني وعلى شمال كابتن طاهر وكابتن علاء ميهوب وإسامة وكابتن إسامة وكابتن ربيع كذا واحد هو رميد اللي واقف كابتن سابت أو كابتن إكرامي أو كابشوبير فانت طلع زغيرين إنما انت ثلاث أربعة خمسة صغيرين هتبص من في الملحب يعني ما الاحترام فلا واحدة واحدة